بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن EGRP Feasible Successor EGRP Feasible Successor وهو المسار الاحتياطي للمسار الرئيسي في بروتوكول EGRP. واحدة من مميزات بروتوكول EGRP هي تحديد مسار احتياطي للمسار الرئيسي مما يقلل مدة الانقطاع الناتج عن توقف المسار الرئيسي حيث عندها سوف يتم الانتقال مباشرة الى المسار الاحتياطي وذلك في حال كان لديه اكثر من مسار يؤدي لنفس الشبكة وكانت هذه المسارات مختلفة فيما بينها من ناحية قيمة المترك عندها ومن خلال قيمة المترك سوف يتم تحديد المسار الافضل المؤدي لهذه الشبكة المسار الرئيسي بيطلق عليه السكسسور اما المسار الاحتياطي فيطلق عليها الفيزيبول سكسسور بالنسبة للمسار الرئيسي السكسسور هذا المسار سوف يتم وضعه في داخل جدول التوجيه ويتم ارسال البيانات الى الشبكة المرسل اليها من خلاله بعد ذلك يقوم الياع جيربي من خلال قيمة المترك بتحديد المسار الاحتياطي لهذا المسار الرئيسي والذي يجب ان يحقق الشرط اي ان المسار لكي يصبح فيزيبول سكسسور اي مسار احتياطي فيجب عليه ان يحقق شرط هذا الشرط بيطلق عليه الفيزيبوليتي كونتيشن وهو يعني ان يكون المسار الاحتياطي قيمة الاد الخاصة به اقل من قيمة الاف دي الخاصة بالمسار الرئيسي حيث ان الياع جيربي بيحدد لكل مسار قيمتين من المترك القيمة الاولى وهي الاد اللي هي اختصار الادفارتايزد ويطلق عليها ايضا الار دي الربورتال ديستنس اذا انا عندي مصطلحين اما ار دي او اي دي كلاهما واحد وهما يطلقان على قيمة المترك من الراوتر الذي الراوتر الجار اللي قام بالاعلان عنها وطبعا هذا الراوتر الجار يمثل القفزة التالية نيكست هوب للوصول الى الشبكة المرسل اليها وعشان نقدر نستوضح الصورة انا عندي السورس لكي يصل الى التستيناشن خلينا نفترض انه رح يصل اليه من قلال الراوتر واحد من الناكست هوب للسورس الراوتر واحد لانه البنات رح يتم رسالة الراوتر واحد ومن الراوتر واحد رح يتم رسالة الى التستيناشن الراوتر واحد قيمة المترك بينه وبين التستيناشن كم هي 100 فعندها الراوتر واحد رح يعلن للسورس أن قيمة المترك اللي تفصل ما بينه وما بين التستيناشن هي 100 هذه المية رح يتم تخزينها في السورس على أساس أنها قيمة هاتفارتايز ديستنس أو ريبورتت ديستنس أما القيمة الثانية فهي الاف دي اللي هي الفيزيبول ديستنس فهي قيمة المترك لكامل المسار من الراوتر المرسل إلى الراوتر المرسل إليه أو الشبكة المرسل إليها ويتضمن ذلك قيمة المترك للراوتر الجار النيكست هوب يعني الاف دي هي الميتين اللي هي 100 و100 يعني قيمة المترك لكامل المسار ما بين السورس والتستيناشن بعد أن يتم تحديد المسار الرئيسي السكسسور رح يتم النظر في تحديد المسار الاحتياطي للمسار الرئيسي بحيث أنه سوف يتم النظر إلى قيمة الـ Advertise Distance للمسار الاحتياطي إذا كانت أقل من قيمة المتركة الكلية للمسار المتمثلة في الـ FD للمسار الرئيسي فعنده يتم اختيار هذا المسار كمسار احتياطي للمسار الرئيسي ورح يصبح لدينا فيزيبول سكسسور وسوف يتم تخزينه في داخل جدول التوبوريجي وفي حال انقطاع المسار الرئيسي يتم مباشرة نقله من جدول التوجيه ليتحول من مسار احتياطي إلى مسار رئيسي أما في حال كانت قيمة الـ Advertise Distance في المسار هي أعلى من قيمة الـ FD الخاصة بالمسار الرئيسي عندها لن يتم اختياره كمسار احتياطي وبالتالي عند انقطاع المسار الرئيسي عندها سوف يتم اجراء العمليات الحسابية لاختيار المسار البديل بما يجعل عملية الانقطاع في الاتصال تأخذ فترة أطول من ما هو عليه الحال في حال وجود المسار الاحتياطي علشان نقدر نفهم كيف يتم اختيار الـ Feasible Successor بشكل أوضح خلينا ناخذ المثال التالي أنا عندي الـ Router Source اللي هو المرسل للبيانات والـ Router Destination اللي هو رح يرسل إلى البنات أو المستقبل للبيانات الـ Source لشان يوصل للـ Destination بيمتلك ثلاثة مسارات من خلال الـ Router 1 والـ Router 2 والـ Router 3 طبعا هنا زي ما احنا ملاحظين قيم المترك مختلفة للمسارات الثلاثة طيب السؤال لو كانت قيم المترك في المسارات الثلاثة متساوية فعندها ما الذي سوف يحدث؟ الجواب عندها سوف يحدث الـ Equal Load Balance اللي هي عملية توزيع لجهد إرسال البيانات أي أن الـ Source رح يستخدم الثلاثة مسارات في عملية إرسال البيانات إلى الـ Destination بحيث رح يوزع البيانات على هذه الثلاثة مسارات ولكن هنا زي ما هو واضح أمامنا قيمة قيم المترك فيما بين الثلاثة مسارات هي مختلفة فبالتالي هنا الـ EGRP في Source لابد أن يحدد مسار واحد من خلال قيمة المترك الأفضل أنا عندي المسار الأول هو قيمة المترك الكلية 200 عندي هنا ألف وميتان وخمسين عندي هنا تسعمية ومية وخمسين يعني بيصبح ألف وخمسين طبعا هنا الـ Source رح يختار مين؟ رح يختار المسار الأول من خلال الـ Router 1 لماذا؟ لأن قيمة المترك هي 200 أفضل من قيم المترك الموجودة في المسارين الآخر اللي هو المسار الـ Router 2 والمسار الـ Router 3 بعد ذلك رح لديه مسارين رح يشوف هل في أحدهما ينفع أنه يكون فيزيبول سكسسور أم لا يعني مش دائما أنه حتى لو كان عندي أكثر من مسار أنه والله يصبح عندي مسار يصبح كفيزيبول سكسسور ليس شرط عشان يصبح فيزيبول سكسسور يجب أن يحقق الشرط المتعلق بالـ Feasibility Condition نشوف المسار الثاني اللي هو الخاص بالـ Router 2 طبعا هذا المسار رح يطلق عليه ماذا؟ سكسسور اللي هو المسار الرئيسي من خلال الـ Router 1 قيمة AD اللي هي الـ Advertised Distance هي 100 والمسافة الكلية من الـ Source إلى Destination اللي هي الـ Feasible Distance هي 200 الآن رح نشوف الـ Router 2 هل يحقق الشرط الخاص بالـ Feasibility Condition أم لا؟ الـ Router 2 رح نهتم هنا بقيمة الـ Advertised Distance اللي هي كم؟ 250 هل 250 أقل من إجمالي قيمة المترك فيما بين الـ Source والـ Destination للمسار الرئيسي اللي هي الـ FD أم لا؟ المفروض تكون أقل لاحظ 250 وهنا 200 فإذاً هي مش أقل هي أعلى إذاً المسار الخاص بالـ Router 2 لن يتم إختياره كـ Feasible Distance نجري المسار الثالث اللي هو من خلال الـ Router 3 قيمة الـ Ad هي كم؟ 150 150 هي أقل من قيمة الـ Feasible Distance للمسار السكسسور المسار الرئيسي فبالتالي هو حقق الشرط اللي هو المتمثل فيه الـ Feasibility Condition فبالتالي أصبح هذا المسار من خلال الـ Router 3 هو المسار الإحتياطي اللي رح يطلق عليه الـ Feasible سكسسور لاحظوا عندي المعلومات هنا الخاصة بالـ Feasible سكسسور أن قيمة الـ Ad اللي هي الـ Advertise Distance 150 وهي أقل من قيمة الـ FD الخاصة بالسكسسور اللي هي 200 وحق الشرط اللي هو وعندي هنا قيمة المترك للمسار الإجمالية يعني 900 زائد 150 أصبحت 1050 اللي هي تمثل الـ Feasible Distance بذلك الآن السورس حدد مسار إحتياطي زي ما ذكرنا هذا بيسرع من عمل الـ protocol الـ Eager B بحيث أنه لو حصل انقطاع في هذا المسار عندها مباشرة وبدون إجراء أي عمليات حسابية رح يتم الانتقال إلى الـ Feasible سكسسور رح يحولوا من Feasible سكسسور إلى سكسسور كانت هذه هي فكرة الـ Eager B Feasible سكسسور إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا